ومعي هنا في الاستوديو المذيعة في قسم الاقتصاد في العربية نادين هاني نادين مرحبا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية ذكاء الاصطناعي يستعر إذن بأكبر صفقة شركة حوسبة وتخزين في العالم ما أهمية هذه الصفقة؟ نادين لا شك أولا أنها صفقة عملاقة ليه عم قول عملاقة؟ لأنه إذا نظرنا إلى الاستثمارات التي عملت بالجنراتف اي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي خلنا نقول بالكلام المبسط نحن نعرفه تشات جي بي تي هاي التكنولوجيا كل الاستثمار اللي نعمل فيها بال2021 و2022 كان 4.2 مليار دولار موزعة على 215 صفقة فتخيلي أنه اليوم صفقة واحدة 4 مليار دولار تدفع ثمنها أمازون هلأ من هي أنثروبيك؟ أنثروبيك هي شركة عندها تشات بوت اسمها كلود هي منافسة لتشات جي بي تي تشات جي بي تي نحن عتدنا عليها أنه بتسأليها حي الله سؤال وبتجاوبك بطريقة كونفرسيشنل طريقة نقاش دردشة يعني كمان دردشة وبتستخدم اللوجيك تبع الإنسان فبتتحدث معنا وكأنه نحن نتحدث مع هيومن بالإضافة إلى ذلك ميزتها أنه هي بتجمع بتقدر تحلل بيانات حجم خارق من البيانات وبتستخلص منه الباترنز أو الأنماط وبالتالي عندها قدرات أكثر من بشرية يعني عندها جوانب البشرية والقدرات اللي هي الماكينات والبيك ديتا وبالتالي هذا جعل كل هالهايب على الجنيراتيف اي 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 هلأ ندين ملفت أنه نحن بالأسواق كل فترة بيكون فيه ثيم مسيطر على الأسواق من بعد البندميك من بعد كوفيد كنا نقول أنه هل العولة ما انتهت كان موضوع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة هاي السنة صرنا من نوفمبر الماضي الثيم الأكبر بالأسواق بالإضافة إلى الأمور الاقتصادية البحثة هو موضوع الهايب حول الجنيراتيف اي 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 الموضوع بلش بنوفمبر الماضي عندما أطلقت خدمة شات جي بي تي ندين بأسبوع واحد جمعت شات جي بي تي مليون مستخدم بأسبوع واحد مليون مستخدم وبشهرين ثم عندها مائة مليون مستخدم هاي أكبر أو أسرع قدرة لأي بلاتفورم أنه يجمع مستخدمين شفنا مع شات جي بي تي ومن وقتها الهايب مكفى بالأسواق وندين يعني أمام كل هذه المعطيات اللي عم تحكي لنا إياها إذا رجعنا للتسعينات ولما كنا نحكي عن دوت كوم بابل وهي الطفرة بدخول عالم التكنولوجيا ودخلوا في التلفزيون وبالكمبيوتر وما إلى ذلك هل يمكن الحديث أنه نحن أمام فقاعة فقط طفرة طفرة أم ماذا يعني إلى أين ستصل الأمور في مستقبل ذكالي سؤال بمحل جدا نادين خليني لقدر جاوب على سؤالك خليني نتحدث عن ما جرب الأسهم هذا العام إذا نظرنا من أول السنة لليوم الـ S&P 500 مرتفع 13 بالمئة بسار فيه مؤخرا قبل شهر كانت ارتفاعات الـ S&P 18 بالمئة منذ مطلع السنة فقط سبعة أسهم مسؤولة عن 88 بالمئة من هذا الارتفاع هاي الأسهم هي كل الشركات اللي بتعنا بالتكنولوجيا ومنها إنفيديا إنفيديا واحدة تضاعف أسهمها ثلاث مرات إنفيديا بتصنع الهارد وير والسوفت وير للـ AI كانت عنوان بالفترة الأخيرة كانت عنوان فعم يعني عم بجرب بوضع إطار قديش السوق ارتفع على الأبتميزم على الـ AI أكيد مبرر أنه نقارنه هل هو شبيه بما حصل بالـ Dotcom Bubble كمان لنقارنا خلنا نقول أنه Dotcom Bubble صحيح أنه صار في كراش بس اللي طلع من Dotcom Bubble هي غير حياتنا يعني استخدامات الإنترنت بعدنا لليوم غيرت حياتنا بس بوقتها كان في عدد كبير من الشركات صارت الـ Valuations التقييمات تبعها غير مبررة وحصل الكراش من بعده هل اليوم هل نحن بفقاعة تنقدر نجاوب أنه هل نحن بفقاعة بدنا نشوف أول شيء موضوع الـ AI إلى أي مدى هو تحولي المتفائلين بيقولوا أنه هو يقارنونه بمثلا اختراع الكهرباء واختراع الـ Steam Engine يلي هو كان أساس الثورة الصناعية بالقرن التاسع عشر فبوقتها هاي الاختراعات لم تكن لمنتج واحد هاي اختراعات طبقت على نطاق واسع أثرت على قطاعات اقتصادية برمتها ورفعت الإنتاجية المتفائلين بيقولوا أنه اليوم الـ Generative AI هو يلعب هذا الدور هو اختراع رح يغير طريقة العمل ورح يكون له إمباكت اقتصادي كبير جدا كيف خلينا نعرف يعني شو ممكن مثلا إحنا نتخيل كيف سينعكس الدكاء الاصطناعي وتوظيفهم بكبرى شركات الاقتصاد على الاقتصاد وحتى على الوظائف نحن كوظائف نحن كبشر اليوم في دراسة لـ Goldman Sachs بتقول أنه الاستثمار بالـ Generative AI بالـ 2025 تتوقع أنه يتخطى 200 مليار دولار فأولا عم نحكي عن حجم استثمارات ضخمة لماذا هذه الاستثمارات؟ لأن اليوم الاستخدامات لتزال نوعا ما محدودة وكما ننسى أنه بدك كثير استثمار لحتى نحصل على تطبيقات موسعة لهذه التكنولوجيا فهذا بحاجة إلى استثمار كبير في حال جولدمن ساكس بيقوله أنه إذا تم استخدامه على نطاق واسع ممكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 7% وممكن أن ترفع الانتاجية السنوية بـ 1% ماذا يعني انتاجية؟ انتاجية هي زيادة الـ Productivity لما ترتفع الانتاجية للموظفين بيرتفع الطلب لأن الموظفين بيصير عندهم إنكم أعلى بيرتفع الطلب بالتالي هذا بيخلق دورة اقتصادية البعض بيخشى أنه قد تؤثر سلبا على الوظائف بنفس التقرير تبع جولدمن ساكس بيقوله قد يؤثر على 300 مليون وظيفة هل هذا يعني أنه هذه 300 مليون وظيفة ستكون Automated؟ هل يعني أنه سنخسرها؟ الجواب أنه إذا نظرنا تاريخيا كل مرة كان فيه خسارة وظائف أو ارتفاع الانتاجية برجع بيخلق وظائف أخرى تخيل أنه بإحصائية نادين لفاتت نظري نحن اليوم الوظائف اللي نحن فيها 60% منا لم تكن موجودة بالـ 1940 يعني الوظائف اللي نحن فيها 60% ما كانت موجودة لماذا؟ لأنه عندما تخلق تكنولوجيا جديدة تخلق وظائف وظائف مرتبطة بهذا القطاع وبالتالي اليوم ما عم نحكي عن جوبز ريبليسمنت عم نحكي عن تكامل بين تكامل وبتصير ومن المفترض أنه هالنوع من التكنولوجيا بتساعد الموظفين أنه يعملوا وظائفهم بشكل أفضل فبدل ما ياخدك ريسورت مثلا على شغلة تاخد عدة وقت بسؤال واحد على تشات جي بي تي أو اليوم كلود خلينا نقول معه أصببنا أنا عندي فكرة لطلاب الجامعات والمدارس على هالموضوع وهو في جزئية كبيرة ما تطرقنا إليها هي السلبية يعني في المخاطر وهيك بس كلمة تفضلي ناديل بس بدي أقول أنه أكيد رح تتحدث عن حل مشكلة الأضراب طبع سكرين رايترز بهوليوود أكيد تطرقنا إليها تخيل أنه جزء من المشكلة تبعهم جزء من سبب الأضراب هو أنه حطين شروط نقابات أنه ما بدون استخدام الأي آي حل مكانهم فاليوم في كتير داونسايد للأي آي إذا ما كان ريجوليتد إذا ما كان تم تشريعه وعمل أنظمة لضبطه بشكل صحيح أكيد للحديث تتم لا يمل دائما نستفيد منك نادين حاني شكرا زميلتنا والمدير